اشتركوا في القناة تقريبا نفس المعنى نفس الخطوات اللي احنا هنعملها في الدرس الاول هي نفس الخطوات اللي هنعملها في الدرس الثاني والدروس دي على طلاب الصف السابع الفصل الدراسي الثاني ويلا بينا نشوف طريقة حل التمرين الخاصة بالدرسين التمرين الاول بيقول استخدم الطريقة الذهنية لإيجاد ناتج ميلي 3 تربع من 12 ريال عماني والله انا عشان احلي السؤال ده فيه طرق كتيرة جدا ممكن احلي بيها اولا الطرق الذهنية مثلا انتو عارفين ان ال 12 ممكن اجيب ربعها وبعدين اجيب التلاتة اربع يعني مثلا لو انا بصيت لل 12 نصف اللي 12 كام اللي 12 نصفها 6 تمام 6 و 6 اتناشر طب وربعها 3 لان 3 و 3 ستة اللي هو النصف وكمان هنا 3 و 3 ستة يبقى الربع كام والربع 3 طيب يبقى التلاتة اربع كام يبقى 3 زائد 3 زائد 3 يعني 9 يعني الاجابة هنا هتكون 9 ريال او ماني طبعا دي طريقة ذهنية ان انا عرفت ان الربع هو 3 يبقى التلاتة اربع هو 3 ضرب 3 بتسعة طيب هل في طريقة اخرى تعالوا نحلها بطريقة اخرى 3 اربع من اتناشر يعني 3 اربع ضرب اتناشر اول شيء هنشوف العدد الصحيح هللو علاقة بالمقام ولا لا الامتناشر هللي علاقة بالاربع صبعا الامتناشر تقبل القسم على الاربع طيب الامتناشر ٢ قسمة اربع فيها الكام فيها تلاتة لان تلاتة ضرب اربع باتناشر يبقى انا قسمت اتناشر على الاربع فيها leather بعدين اضرب النابتince 3 ضرب 4 بتسعة طلعتني نفس الاجابة السابقة بس بشكل ايه بشكل مختلف طيب تعالوا نشوف السؤال التاني بقى اتنين على خمسة من عشر امتار برضو نفس الشيء لو انا عايز اجيبها ذهنيا اجيب خمس العشرة خمس العشرة يعني اقسم على خمسة خمس من عشرة يعني اقسم عشرة على خمسة بكام باتنين طيب هو عايز خمسين من عشرة يبقى الخمسين ان انا اضرب الناتج في اتنين او اجمع اتنين زائد اتنين اربع امتار يبقى الطريقة ان انا اجيب الخمس بان انا اقسم عشرة على خمسة في الاتنين وبعدين انا اريد الخمسين يبقى اجمع مرتين او اضرب في اتنين طيب لو انا اريد تلات اخماس يبقى اجمع الاتنين تلات مرات تدني ستة او اضرب في تلاتة اتنين في تلاتة بستة طيب تعالوا نشوف طريقة اخرى اتنين على خمسة من عشرة يعني اتنين على خمسة ضرب عشرة ونشوف هل العشرة تقبل القسمة الخمسة نعم عشرة قسمة خمسة فيها الاتنين وبعدا نضرب الناتج في البسط اتنين في اتنين باربعة يبقى الإجابة اربع امتار تعالوا نجرب نفس الموضوع في المسألة الاخيرة اربعة على سبعة من واحد وعشرين كيلو يعني اربعة على سبعة ضرب واحد وعشرين كيلو هل الواحد وعشرين لها علاقة بالسبعة نعم الواحد وعشرين ممكن اقسمها على السبعة تديني كم يا ولاد تديني تلاتة لان تلاتة ضرب سبعة بواحد وعشرين الناتج اللي طلع اضربه في البسط يبقى تلاتة ضرب اربعة باثناشر كيلو جرام وبكده يبقى اعرفنا طريقة الحل لما بيكون الرقم الصحيح يقبل القسمة على المقام تعالوا نشوف اسئلة تانية بحيث يكون الرقم الصحيح لا يقبل القسمة على المقام اوجد قيمة كل مما يلي ثم اكتب الناتج في صورة عدد كسر ثلاثة على خمسة من ستاشر السؤال الف ثلاثة على خمسة من ستاشر يعني ثلاثة على خمسة ضرب ستاشر حلوح الشيء مهم جدا هل الستاشر تقبل القسمة على خمسة لا طب في الحل دي احل ازاي الحل بسيط جدا المقام هينزل كما هو وتضرب ثلاثة في ستاشر ثلاثة ضرب ستة بتمنتاشر تمانية ومعانا الواحد ثلاثة ضرب واحد بتلاتة ونزيد عليها واحد تكون اربعة يبقى الاجابة تمانية واربعين على الخمسة بعدين نعمل عملية القسمة طب تمانية واربعين على الخمسة فيها الكام تعالوا نقسم هنبدأ نشوف مضاعفات الخمسة اقرب مضاعف لها للتمانية واربعين هي الكام طبعا سامع الطالب بيقولي استاذ اقرب مضاعف هي الخمسة واربعين طب ازاي جد خمسة ضرب تسعة بخمسة واربعين وخمسة ضرب عشرة بخمسين والخمسين اكبر من التمانية واربعين يبقى احنا المفروض الاجابة هتكون تسعة ليه لان خمسة ضرب تسعة بخمسة واربعين طب بس دي تمانية واربعين يبقى تمانية واربعين لو خدنا منها الخمسة واربعين هيتبقى ثلاثة صح ازاي اكتب الثلاثة دي هكتبه بالشكل ده ثلاثة على خمسة الباقي اكتبه فوق والمقصوم عليه اللي هو الخمسة يكون تحت زي ما هو يبقى الاجابة تسعة وثلاث اخماس ده بصورة عدد كسري تعالوا نشوف واحدة تانية ونجربها اتنين على تلاتة من تلاتة وعشرين طن يعني ضرب تلاتة وعشرين هل التلاتة وعشرين ليه علاقة بالتلاتة هل التلاتة وعشرين تقبل القسم على التلاتة طبعا لا لان التلاتة وعشرين لو جمعنا ارقامها تلاتة زي اتنين خمسة والخمسة ليست من مضاعفات التلاتة يبقى نعمل ايه دلوقتي هضرب زي ما اتفقنا اتنين في التلاتة وعشرين اتنين في تلاتة بستة و2 في 2 ب4 يعني 46 قسم 3 دلوقتي هبدأ ابسط 46 قسم 3 اشوف ال46 لو انا قسمت على 3 هتكون بكام ممكن اخدها من رقم رقم هنا الاربعة على التلاتة فيها الواحد صح ليه لان 3 في 1 بتلاتة بس دي اربعة يعني يتبقى واحد طب الواحد ده احطه فين احطه جنب الستة هذه يكون الاجابة 16 يبقى الاجابة 16 طب الستة على التلاتة فيها الكام ايواه سامع طالب يقول يا استاذ 3 في 5 ب15 قريبة جدا من الستة يبقى 3 في 5 ب15 ويتبقى ايه يتبقى واحد الواحد ده اودي فين اكتبه فوق زي ما اتفقنا واكتب المقصوم عليه تحت دي طريقة وممكن تكون سهلة بالنسبة لبعض الطلاب طيب لو طالب معرفش يعملها ممكن يستخدم القسمة المطولة 46 قسم التلاتة 4 على الثلاثة فيها كام 4 على الثلاثة فيها واحد لان الاربعة فيها ثلاثة واحدة بس يلا نضرب واحد في ثلاثة بثلاثة بعدين نطرح 4 نقص ثلاثة واحد والستة تنزل 16 على الثلاثة فيها كام 16 على الثلاثة فيها 5 إنه 5 ضرب الثلاثة ب15 ونطرح 6 نقص 5 واحد 1 نقص 1 صف يتبقى واحد هل الواحد ينفى نقصمه على الثلاثة لا يبه هو ده الباقي يبه الإجابة 15 والباقي 1 على 3 يلا بينا نشوف السؤال جيم 3 على 8 من 33 يعني ضرب 33 ريال عمان برضو نفس الشيء نحن نضرب 3 في 33 3 في 3 في 9 و3 في 3 في 9 على 8 99 على 8 ونبدأ نقسم بنفس الطريقة يلا نشوف مع بعض التسعة فيها كام 8 يا أولاد التسعة فيها 8 واحدة طب والباقي 8 في 1 ب8 يبقى الباقي 1 لأن دي 9 هنحط التسعة جنب الايه هنحط الواحد جنب التسعة يكون 19 طيب التسعتاشر فيها كام 8 انتو عارفين ان 2 في 8 ب16 يبقى فيها 2 2 في 8 ب16 ولكن دي 19 يبقى الباقي كام الباقي 3 يبقى تبقى 3 على 8 طيب تعالوا نشوفها بالقسم المطولة 99 على 8 التسعة فيها كام 8 فيها 1 يلا 1 ضرب 8 نطرح يديني 1 وينها 9 19 على 8 فيها كام فيها 2 لأن 2 في 8 ب16 أقرب حاجة لي 6 9 نقص 6 3 والواحد صف يبقى تبقى 3 بل إجابة 12 والباقي 3 على 8 يبقى أنت تقدر تحلي مسألتك بكل سهولة وبكل يسر لو أنت ضربت البسط في العدد الصحيح بعدين قصمت على المقام تعالوا نشوف السؤال التالث لدى وليد 6 بطاقات أسئلة باللون الأزرق و 5 بطاقات إجابات باللون الأصفر صل كل بطاقة زرقاء بإجاباتها الصحيحة من البطاقات الصفراء ثم وجد قيمة البطاقة المتبقية هذه البطاقات الزرقاء و هذه البطاقات الصفراء تعالوا نحن نبدأ بالأول واحد 7 على 12 ضرب 24 7 على 12 ضرب 24 لاحظت أن الـ 24 تقبل القسم على 12 صح؟ نعم 24 على الـ 12 فيها كم يا أولاد؟ فيها الـ 2 و 2 في 7 بـ 14 يبقى البطاقة الأولى هنوصلها بالـ 14 اهي اللي بعدها 4 على 9 ضرب 30 طيب لاحظنا هنا أن أنا ممكن أبسط يعني هي أبسط لأنها دي 30 و دي 9 وكلهم يقبل القسم على الثلاثة فخلينا نبسط نقسم 30 على الثلاثة فيها العشرة لأن الثلاثة في عشرة تلاتين وتسعة على الثلاثة فيها الثلاثة حل؟ يلا نضرب 4 في عشرة بكام بـ 40 قسم الثلاثة يلا نبدأ نبسط 40 قسم الثلاثة فيها كام يا أولاد؟ الأربعة فيها كام ثلاثة فيها واحد طيب ويتبقى واحد نحطه جنب الصفر يكون عشرة العشرة فيها كام ثلاثة فيها ثلاثة طيب 3 في 3 بتسعة ودي عشرة يتبقى واحد يبقى البقي واحد على ثلاثة 13 وتلت يعني هندور على الثلاثة وتلت هلقى هنا ونوصل بها طيب 5 على 6 ضرب 14 برضو العدد ده يكبل القسم على الاثنين وده يكبل القسم على الاثنين نقسم على الاثنين 14 على الاثنين فيها السبعة و6 على الاثنين فيها الثلاثة ونضرب 5 في 7 بـ 35 على 3 ها؟ 35 فيها كام ثلاثة 3 على الثلاثة فيها الواحد 5 فيها كام ثلاثة فيها واحدة بس ويتبقى اثنين لان طبعا واحد في تلاتة بثلاتة ويتبقى من الخمسة اتنين يبقى اتنين على كام؟ على تلاتة يبقى احداشر وتلتين الليه اخر واحدة طيب نشوف اللي بعدها تلاتة على 14 ضرب 56 هنا ممكن اقسم 56 هنا 56 وهنا 14 ممكن تقسم على كام على اتنين يالا نقسم على الاتنين 56 على الاتنين يعني نجيب نصها نصف 56 تمنية وشري وانا على الاتنين فالسبعة طيب 28 تقبل قسمة نعم 28 قسمة سبعة يعطيني اربعة 28 قسمة سبعة يعطيني اربعة يبقى نضرب على طول 3 في اربعة باثناشر يبقى الإجابة اتناشر هل اللي اتناشر موجودة هنا لا مش موجودة يبقى هي دي البطاقة اللي هتكون متبقية 12 متر طب تعالوا نشاهzię اللي بعدها اتنين على تلاتة ضرب تسعتاشر هل التسعتاشر تقبل قسمه على تلاتة؟ لا يبقى نضرب اتنين في تسعتاشر اتنين ضرب تسعة بطمانتاشر تمانية معانا الواحد اتنين في واحد باتنين وواحد تلاتة على تلاتة يلا نقسم تلاتة على تلاتة في الواحد تمانية على تلاتة في الكام فالتنين اتنين في تلاتة بستة ويتبقى اتنين على تلاتة يعني اتناشر وتلتين يبقى هذه نوصلها باثناشر وتلتين وطبعا آخر بطاقة اللي هي هذي هنوصلها بالأولى تعالوا نحلها برضو احتياطي 5 على 9 ضرب 18 18 تقبل قسمها 9 نعم 18 على 9 فيها الاتنين 2 في 5 بكامي أولاد 2 في 5 ب10 يبقى انت بتحل كل جزئية وتوصل الناتج الصحيح وانتهى الأمر تعالوا نشوف السؤال الرابع اوج الناتج كل ممالي في صورة عدد كسري في أبسط صورة نفس الاسلوب 14 ضرب 5 على 6 هنشوف دلوقتي هل في علاقة بين الـ 14 والـ 6 نعم ممكن نقسمهم هما الـ 2 على 2 لان طبعا أعداد زوجية طيب بـ 14 ضرب 5 على 6 يلا نقسم 14 على 2 فيها الـ 7 6 على 2 فيها الـ 3 بعدين نضرب 7 بـ 35 على 3 يلا نبسط يا أولاد 3 قسم 3 بكام بواحد 5 قسم 3 الخمسة فيها كام تلاتة فيها واحدة بس واحد في تلاتة بتلاتة ويتبقى من الخمسة كام يتبقى اتنين والمقام كما هو يبقى دي في صورة عدد كسري تعالوا نشوف السؤال اللي بعده 21 ضرب 7 على 12 هل الـ 21 والـ 12 فيها علاقة بينهم؟ نعم يقبلوا القسمة على 3 يلا نقسمها على 3 21 على 3 فيها السبعة و 12 على 3 فيها الأربعة بعدين نضرب البسط في البسط هنا 7 ضرب 7 49 قسمة 4 يلا نقتصر 4 على 4 فيها الـ 1 9 على 4 فيها الكام 9 على 4 فيها الـ 2 لأن 2 ضرب 4 بـ 8 ويتبقى كم من التسعة؟ يتبقى واحد يبقى اذن 2 والباقي 1 على 4 المسائل بسيطة جدا وسهلة وبتعتمد على حفظك لجدول الضرب تعالوا نشوف السؤال الأخير فيما يليه جزء من الواجب المنزلي الخاص بهلال هل أوجد هلال الإجابة صحيحة؟ إيش رأي جابتك؟ طبعا انت بص على الإجابة هنا 4 على 15 ضرب 78 أول خطوة المفروض هنا بشوف العلاقة هل دي لا علاقة مع دي؟ طبعا الـ 15 تقبل القسم على الثلاثة طب هل الـ 78 تقبل القسم على الثلاثة؟ تعالوا نجمع 8 و 7 كام 15 والـ 15 من المضاعفات الثلاثة يبقى تقبل يبقى لازم أقسم هذا دي على الثلاثة وأقسم هذا دي على الثلاثة طيب 15 على الثلاثة فيها الكام فيها الخمسة حلال عمل إيه؟ قال 15 على الثلاثة فيها الثلاثة هل اجابته صحيحة لا خطأ يبقى نقول له اجابته خطأ لا لم يوجدها بشكل صحيح لماذا لانه قسم 15 على الثلاثة وكتبنا الاجابة ثلاثة لا 15 على الثلاثة فيها الخمسة لان الثلاثة في خمسة في خمستاشة طب نقسم دي على الثلاثة 7 على الثلاثة فيها الكام فيها الاثنين 3 على الثلاثة في اتنين بستة ويتبقى واحد هتكون دي 18 لان الثلاثة هنحط معاها واحد 18 على الثلاثة فيها الستة لان الثلاثة في ستة بطمانتاشر يبا 26 هو جايبها 26 صح يبا هو غلط تحت في الاختصار تحت غلط هنا ولكن هنا صح طبعا بما انه غلط في واحدة بتكون اجابته كلها خطأ تمام تعالوا نشوف هيعمل ايه بعد كده هيضرب اربعة في 26 اربعة ضرب 26 اربعة في ستة باربعة وعشرين اربعة ومعنا الاتنين اربعة في إتنين بتمانية واتنين عشر 104 طلق صح 140 اربعة بعدين المية اربعة نقسم على كام هو طبعا قسم على التلاتة ودي اجابة خطأ المفروض اقسم المية واربعة على الخمسة اللي هو الناتج اللي هنا يبقى يلا نقسم عشرة على الخمسة في هالتنين طيب اربعة الخمسة ينفع لا يبقى فيها الصف والباقي اربعة يبقى عشرين واربعة خماس واضح ودي الطريقة اللي نقدر حلي بها اي مسألة طيب ممكن نقسمها بالاسم المطولة تعالوا بالاسم المطولة مية واربعة على الخمسة واحد على الخمسة ما ينفع يبقى ناخد عشر على الخمسة criminal فعل اثنين اثنين في خمسة ب olds نطرح الصف ينزل والصف هنا ينزل لان واحد نقص واحد صف мир يدبقى لي اربعة هالالاربعة ينفاع تقبل القسم على الخمسة طبعا لا لان اصغر منها فنحط هنا صفر يبقى الاجابة عشرين طيب والباقي اربعة يبقى عشرين والباقي اربعة خمسة. الباقي اربعة على خمسة. عزائي متابعين القناة شكرا جزيلا على متابعتكم للشكل. نرجو ان يكون نال اعجابكم. وطبعا متنسوش تعملوا لايك للفيديو. وكمان تعملوا اشتراك في القناة من زر الاشتراك الاحمر الاسفل الفيديو. وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. واعمل الاشعارات للكل. وكمان لو حايز تتواصل معنا عندك في صندوق الوصف. جروب الواتس اوب. وصفحتنا على الفيسبوك. وكمان رابط الاشتراك في القناة. ومنتظرينكم ان شاء الله ومنتظرين استفسراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.